السلام عليكم مرحبا بكم مشاهدي الكرام في قناة فرح شانل وصفة اليوم صلاطة البرتقال نمرو نتعرفو على المكونات وطريقة التحضير اول حاجة غدي نعملها غدي نحضر السيرو اللي غدي نحتاج لي نصف كأس من السكر الحبيبات سكر الخاشين كأس من الماء عود القرفة وعندي مكون اضافي هو حبة القرنفل اللي تقدرو تستغنو عليها اللي ما كيجبوش القرنفل عادي نوضع الكل على النار ونخليه حتي يوجد يغلم زيان ما تجهدوش عليه النار تيبقى حتي طيب على خطره وتيصبع على هات الشكل حتى اللون دياله تيتغير تيجي من السم بالقرفة والقرنفل هنخليه جانبا حتي يبريد وغدي ناخد البرتقال ونبدأ ننقيه نزول له القشرة كاملة بهالطريقة وناخد له ايض طريف لكي يكون داخل ارتب من الاحسن يكون شي سكين حاد وناخد الكيمية اللي محتاجها هدي هي الكمية اللي قطعت هدي نحتاج كذلك واحد البرتقالة من البرتقال الاحمر وغدي ننقشرها ونقطعها بنفس الطريقة كما كيدهر لكم هدي نحتاج الخص اللي غدي نزول له القلب دياله اللي تيكون قاسح الوريقات اللي كيكون هاد القلب قاسح ما تيجيش مزيان في الصلاة نقطعه بحالك ده ونقطعه طريفات الرقاق والكمية كتبقى على حساب اللي غدي نحتاجه السيرو هو هدا من بعد ما برد هدي ناخد منه الكيمية اللي غن نحتاج ونضيف عليه عاصر البرتقال ونحرك حتي دوبليا هاد السيرو هاد السلطة كتجي رائعة نتمنىكم تجربوها وتكتبولي في التعاليق هدي نضيف عليه ماء الزهر وما نكتلوش ماء الزهر لكترناه كتجي النسمة ديالو مجهدة هدي نبقى نخلط هاد العاصر البرتقال مع السيرو وغادي نمر لطبق التقديم انا اختاريت هنا هاد الكيسان تقدروا تقدموه في الطبق اللي ناسبكم نوضع الخص هو اللي اول عادة غادي نضيف عليه القطع ديال البرتقال وتوضعوه بالشكل اللي يعجبكم انا غادي نحاول نديروه بشكل وريدة على هاد الشكل والبرتقال الاحمر كدلك غادي نوضعوه والتزيين دائما تبقى على حساب الرغبة تكون لواحد هدي نضيف ليهم العاصر اللي حضرناه من قبل في البرتقال والسيرو من السم بماء الزهر القرفة انا هنا نزيينتها بوريقات النعناه تيجي المنظر ديالو مرائع وحتى المضاق ديال هاد السلاطة تيجي هائل نتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم تبرتجوا مع الاهل والاحباب لكنتو اول مرة تزوروا القناة تفضلوا اشتركوا ليصلكم كل جديد شكرا على الدعم وعلى المشاهدة الى وصفة قادمة بحول الله شكرا على المشاهدة